سلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لفي كيفما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم بيج نحكيه على خبر سار ينتظروا فيه العديد برش الناس قاعدة تتسائل على خارطة الطريقة لرئيسة الجمهورية قيسة سعيدة شنو اللي صار فيها شنو اللي بيش عمل فيها بالذبط وين وصلت إلى يومنا هذا مزال ما يعرفوش محلل سياسي نتعودنا بيهم هذوق يحكيوا كيفما يحبوهما أو يقولوا كيفما يحبوهما من ريوزهم كل واحد عمل خارطة وحده لكن رئيسة الجمهورية إلى يومنا هذا ما صرح بحتى خارطة هكا قاعدين هما يبنيوا في أحلام من ريوزهم وكل مرة يسميوا إن رئيس حكومة وحدهم وهما سمعوا دي جاء المستشار لرئيسة الجمهورية وريد الحجيم اللي خرج في عديد المناسبات وأكد أنه إلى يومنا هذا مزالوا معينوش حتى واحد وبنسجوا مختاروش حتى واحد ورئيسة الجمهورية يحب يتريض وميحبش معدها يخسر المرة هذه في تكوين حكومة يجب تكون حكومة كفاءات وخاصة وأكد عليها أن حكومة ثقة مش اللي يجي يحكم فيها وخاصة مش حركة نهضة تحطها تحت ساقيها وتحكم فيها كما عملوا مع هشام المشيشي كان خاتم في صباحهم ولي خان رئيس الجمهورية وخان شعب التونسي ونهيته كانت مأساوية اليوم يحبوا يتريضوا بشوية بشوية وقال لكم إذا كنت مسمعتوش من رئيس الجمهورية متى ديشت أول وحدكم ما زلنا معمنيش رئيس حكومة وما زلنا ما قررنيش وقت اللي هما حطوا زيدا بين شرف الدين ريضا شرف الدين عفوا توفيق شرف الدين ونيدي حكيش قال من الممكن زيدا تكون فما مرأة رئيس الحكومة قال موش مرفوض الأمر هذا علش لي قال مرأة مش الله عليها نجحة مفكرة من حقها معندها تترشح لرئيس الحكومة وقال أيضا أنه رئيس الجمهورية موش ضد أنه يحط مرأة لي مثل ما قال شنيدي عكيش راهي بش نحطوها هي رئيس الحكومة حكم هي المسؤولة على ديوين رئيسي معندها محتاجينها برشا في القصر لكن هو قال من فهم مش إشكالية أنه تكون فما مرأة في الحكومة يعني نجم ونشركوها ونعطيوها الفرصة هذي وتثمتع بها كيف هكيف أغيرها لكن هما كيف ما قلني لكم قاعدين يأولوا كيف ما يحبوا لكن اليوم بش نعرفوا أنه نص خريطة الطريقة اللي حضر فيها رئيس الجمهورية قاعدة سعيدة أهلنا عليها في زيارة الفرشئية لما ترتونس قرطاج اليومينا هذا العادي تتسئل يقول لك رئيس الجمهورية عليش مشيء إلى ما ترتونس قرطاج فما السياسيين قالوا أنه مشيء بشيء قابل ويلتقي شخصية بيرزاء وأكيد جدا رئيس كيفه لأنه رئيس معرض كن للرئيس أكاهو لكن مين؟ ما فهميش رئيس ما فهم حتى رئيس الجمهورية يدخل وحده وخرج وحده من أول دخوله إلى آخر دخوله معه معناتها الإعلام وكل شيء قاعد يتبث لكن هو حبي يعمل زيارة فرشئية بش يشوف العمل قاعد يمشي في بلاسته وإلا لي بحكم زيارة فما أخبار أنه محبوا يبيعوا تنسير القطر معتها دونس كيم اللي باعوها ومازال يحبوا يبيعه ومشيبهوش إلى يومنا هذا مازال يحبوا يبيعونا قطع قطع رئيس الجمهورية في كل مرة يعمل زيارة فرشئية من مكان إلى مكان آخر ينتقل ليحب يشوف كل شيء على عين المكان في الزيارة فرشئية لرئيس الجمهورية قاعد سعيد إلى متار دونس قرطاج الأعلان عن نصف خريطة طريقة لن تكن خطوات رئيس الجمهورية قاعد سعيد واضحة منذ 25 جولي 2021 كالوضوح الذي كان عليه أول أمس بالعودة إلى الكلمات التي توجه بها إلى القائمين على متار دونس قرطاج وأحنا لنا خطاب رئيس الجمهورية أيضا في متار دونس قرطاج اللي قال أحنا يد بيد مبعضنا وهي إرادة الشعب هي اللي بش تسير كل شيء إرادة الشعب هي اللي بشكون نجحة وأنه أي تدخل خارجي مهما كان ومهما كانت ضغوطات مستحيل ترجعنا أو تأثر فينا أو تخلينا ننصع لأوي من أي شخص كان مهما كان مقامه قال إنا مع إرادة الشعب وإنه حتى الشعب مستحيل نتراجع مهما كلف الأمر من كان يهم نفسه بأني سأعود إلى الوراء هذه كلمة بهينة وواضحة للي أعمى واللي بكوش والمهبولي فهمها فليذهب بخارجته واليذهب مع الحوار الذي توهم أنه يمكن أن يتنظم أنتم ما مهوا في بيلكم أنه حركة النهضة قاعدة تقول والدور وتأول أنه بتبيع عندها خارجة ومشكلة حركة النهضة برشا أحزاب أخرين منش بش نسميهم ما همش مهمين فهمت فهمت برشا مسؤولين زي السياسيين يقولوا أنهم عندهم خريطة لكن الأمر هذا والخطب هذا هو موجه ديريكتمون إلى حركة النهضة اللي قالت لنا حضرنا حوار وحضرنا خريطة ومشيون نحكي بي مع رئيس الجمهورية قيسة سعيد لكن هكا قال لهم الخريطة متاعكم تبلوها وتشربوا ميها والحوار متاعكم تبلوه وتشربوا ميها لني مستعد للقاءكم ولني مستعد إلى العودة إلى الوراء أنا مشيت قدما وعزمت بإرادة الشعب وإرادة ربي عز وجل قبل كل شيء ومانيش بيش نرجع التالي كلمات توجهت بالأساس إلى حركة النهضة وللعرض الذي تقدمت به لرئيس الجمهورية بهدف عودة البرلمين فرئيسه هنا يجيب بشكل صريح بأنه يرفض الحوار الذي تنادي به حركة النهضة والأهم هنا أنه يرفض عودة البرلمين إلى نشاطه حتى وإن أبدت النهضة ورئيسها استعدادهما لخروج الغنوشي من رئيسة البرلمين تحت شعار إدارة مرينة للمؤسسة التشريعية تمثيلتكم لا تمشي عليه هو ولا تمشي علينا أحنا من الشعب غابية لكم جربتونا وتعرفونا ومخصيبا لكم تعلمتوا وتربيتوا منها لكن هي هي طلع غالب هذا الرد الذي جاء متأخرا نسبيا كان سريحا وواضحا في علاقة بالبرلمين الذي بات جليا أنه لن يعود إلى النشاطه تحت أي مسمى أو أي ظرف الحمد لله الشعب شنو طالبه طالب من رئيس الجمهورية حال البرلمين ما عادش حاشنا بأحزيب شنو عملنا بهم أحنا الأحزيب أعطيني حزب واحد انفعنا ولا واحد نائب يتكلم علينا ولا نائب في دلويلة يمتعوا قاعدين يضربوا في شهيري قاعدين يسيبوا في بعضهم يشتموا في بعضهم لمعارضين ولغ المعارضين منفعنا حتى واحد تجليا أنه لن يعود إلى النشاطه تحت أي مسمى أو أي ظرف وأن رئيس قيس السعيد سيمضي في مصاره إلى نهايته دون أن يكون البرلمين جزءا منه هذه هي النقطة الأولى أما النقطة الثانية فإن المصار الذي انطلق فيه رئيس الجمهورية يتضمن الحكومة التي قال في ذات الخطاب أنها ستتشكل قريبا ولا يترك الرجل هنا أي مجال للبحث عن أي سؤال كيف تتقلد الحكومة مهامها دون المرور على البرلمين إذ يجب بشكل المتصل أن الحكومة ستكون وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي هذه الكلمات التي صدرت عن رئيس الجمهورية كانت أول إعلان صريح له ووضح عن ما يمكن أن يعتبر خارطة طريق لإدارة المرحلة القادمة هذه الخارطة ولأن رفض رئيس الجمهورية أن يطلق عليها اسما تقوم على عناصر ثلاثة قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد أول العناصر أن البرلمين بمضمونه وتركيبته الحالية بات جزءا من الماضي الحمد لله يا ربي هذا لحشن به وثانيا أن رئيس الجمهورية مضى في سياغة قانون مؤقت ينظم السلطة العمومية بموجب يقع تعليق العمل بالدستور 2014 كما أنه يمنح الرئيس صلاحية عدة أهمها تلك التي تخول له تشكيل حكومته دون حاجة للمرور بغرفة تشريعية والتي قد يعلن عن حلها بموجب هذا النص إن شاء الله يا ربي نفرح وانتيح وقتل نسمع أخبار جميلة جدا مثل هذه الأخبار هنا يتضح جليا أن الرئيس يتجه إلى الجمع بين سلاحية السلطة التنفيذية والتشريع آمين إن شاء الله يحكمهم هو الكل كما سيكون رئيس الجهاز التنفيذي للدولة وهو مصدر المرسيم والقوانين التي سترافق المرحلة الاستثنائية وما بعد لتقول تضحكوا عليه وتقول إكسبريس وإكسبريس هذا يمنحنا رؤية حول ما يعتزمه رئيس الجمهورية قيسة سعيدة القيام به في المدى القريب لكنه لا يجيب ولا يجيب عن الكثير من الأسئلة العالقة إيخدمك أهما فمش علش يجيو فيكم كل حاجة تعرفوها في وقت ومنها هذا المسار ما تسينتهي وننتقل إلى الوضع الاستثنائي أمورنا واضحة وماشي وتتحسن فماشي عليش نزربه خليه يختم على رويحه ومشغش بوشه تقول حاجة تجي في وقتها مش طيارة ولا ساروخ من الوضع الاستثنائي إلى الوضع الطبيعي وكيف ستكون العودة إلى هذا الوضع وبأي أدوات لا يقدم الرئيسة إجابة واضحة هنا إنما يقف عند مستوى الإجابة على كيفية إدارة المرحلة الاستثنائية الانتقالية أي أنه يكشف لنا عن نصف مصاريه ويدرك مهمته لكشف نوايا المحيطين به وما يسرب من نوايا تتعلق بالذهاب الانتخابات المبكرة في نهاية 2022 ففوق ما يقدم المعطيات وقراءات المقربين من الرئيس وقصر قطرطاج فإن قيس سعيد يتجه في نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع القادم إلى على أقصى تقدير للأعلن عن الدستور الصغيرة ومن بعض الحكومة والمصير البرلمين ولكن الأهم عن زمن هذه الفترة الاستثنائية التي يسوق لها بأنها ستكون سنة سنة ستنتهي بانتخابات تشريعية مبكرة وذلك بعد الانتهاء من تعديل الدستور 2014 إن شاء الله يا ربي وأساسنا الباب المتعلقة بالنظام السياسي للبلاد ومؤسسات حكمها وتنقيح القانون الانتخابي كخطوات أساسية تسبق الانتخابات غير أن هذه الخطة تقدم بحذرة وتنسيبة شديدين يكشفين عن أن تستكمل بعد وإن كانت خطواتها العريضة واضحة وجلية وهي أعلن نهاية منظومة 2011-2021 وبداية فترة انتقالية جديدة تمتد لسنة تنتقل عبرها البلدين إلى مرحلة جديدة سيكون المحدد واللاعب الوحيد فيها قيسة سعيدة الذي يعلن بشكل متواصل أنه أمام لحظة تاريخية إن شاء الله يا ربي ما تنسيوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وانقلكم باي باي